المجلس التعاون تمنياً له لجميع العاملين في الأمانة العامة كل التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله وأشاد جلالته بالإنجازات الهمة التي تواصل تحقيقها مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يلبي تطلعات دول المجلس وشعوبه الشقيقة ويرسق دعائم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي كما شكر جلالته الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجي الأمين العام السابق لمجلس التعاون على جهوده الكبيرة والمميزة لدعم مسيرة مجلس التعاون وقد عبر معالي عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة مؤكداً حرصه على بذل كل الجهود في سبيل تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والتعاون الوثيقة بين دول الخليج العربية كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الخليجي ترجمة نانسي قنقر